السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية مرحبا بكم في الدرس السابع عشر من دروس مادة الرياضيات للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي عنوان الدرس الأعداد العشرية مقارنة وترتيب comparer, ranger, des nombres décimos الأهداف التعلمية يقارن التلميذ أو التلميذة الأعداد العشرية ويرتبها ترتيبا تساؤديا وتنازليا ويؤطر أو تؤطر التلميذة عددا عشريا بعددين عشريين أو عددين صحيحين أو كسريين comparer, ranger, encadrer, des nombres décimos لنفهم ونطبق العلامة O تعني يمنع المرور على كل عربة تتعدى كتلتها خمسة طون والعلامة X تعني يمنع المرور على كل عربة يتعدى عرضها ثلاثمائة وخمسة وعشرون سنتيمترا ألاحظ ثم أحدد بعدامة X العربة المسموح لها بالمرور إذن هنا لدينا العربة عرضها تلتلاف مليمتر وكتلتها ثلاثة فاصل سفر ستة طون والعربة B عرضها ثلاثمائة وخمسون سنتيمتر وكتلتها خمسة وخمسون قنطارا والعربة C عرضها اثنان واربعون فاصل خمسة ديسيمتر وكتلتها ستة آلاف وتسعمائة وخمسون كيلوغرام أجري التحويلات اللازمة يمكن الاستعانة بجدور تحويل الطول والكتلتين لدينا أول حاجة اثنان واربعون فاصل خمسة ديسيمتر نحولها الى المتر لدينا اثنان واربعون فاصل خمسة ديسيمتر تساوي اربعة امتار فاصل خمسة وعشرون وبالنسبة للكتلة لدينا ستة آلاف وتسعمائة وخمسون كيلوغرام نحولها الى الطن هي ستة فاصل خمسة وتسعون طن وثلاثمائة وخمسون سنتيمتر هي ثلاثة امتار فاصل خمسة وثلاثة آلاف ميليمتر هي ثلاثة متر وخمسة وخمسون قنطار هي خمسة فاصل خمسة طن اذا اقارن قياس كتلة كل عربة بالكتلة القانونية اقارن عرض كل عربة بالعرض المسموح به لدينا نلاحظ لدينا العربة عرضها ثلاثة آلاف ميليمتر وعندما قمنا بالتحويلات وجدنا ثلاثة آلاف تساوي ثلاثة متر هل هذه يعني هل هذه هذه المسافة مسموح لها بالمرور ام لا نعم لانها اصغر من ثلاثمائة وخمسة وعشرون سنتيمتر وكذلك كتلة هذه العربة هي ثلاثة فاصل سفر ستة طن التي هي اصغر من خمسة طن الكتلة المسموحة اذا العربة يمكن ان تمر العربة عرضها ثلاثمائة وخمسون سنتيمتر يعني عرضها اكبر من ثلاثمائة وخمسة وعشرون سنتيمتر لا يمكنها المرور و العربة وكتلتها خمسة وخمسون قنطارا يعني خمسة فاصلة خمسة طن اكبر من الكتلة المسموحة بها اذا لن تتعداها لن تمر وبالنسبة للعربة السيء عرضها اثنان واربعون فاصلة خمسة ديسيمتر يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين متر اكبر من ثلاثمائة وخمسة وعشرون سنتيمتر و كتلتها ستة آلاف وتسعمائة وخمسون كيلو جرام يعني ستة فاصلة خمسة وتسعون طن يعني اكبر من الكتلة المسموحة بها من مر اذا فالعربة التي سوف ت كما قلنا العرض اصغر من ثلاثة فاصلة خمسة وعشرين متر و الكتلة اصغر من خمسة طن بالنسبة للعربة éléments بالنسبة للعربة بي العرض أكبر من 3.25 متر والكتلة أكبر من 5 طن لا تمر وبالنسبة للعربة العرض أكبر من 3.25 متر والكتلة أكبر من 5 طن إذن لن تمر لهذا فإن العربة أحدد بعلامة X العربة المصموح لها بالمر المعربة التي ستمر هي العربة A أولا أحيط العدد الأصغر من العدد داخل البطاقة إذن لدينا العدد الوسط البطاقة هو 10.80 العدد الأصغر من هذا العدد هو هل هو 10.8 10.09 أم 11 العدد الأصغر منه هو 10.9 نفس الطريقة بالنسبة لتسعة فاصلة تسعة العدد الأصغر من تسعة فاصلة تسعة هو 9.89 وبالنسبة للعدد 37.05 العدد الأصغر منه في هذه المجموعة هل هو 37.1 أم 37.04 أم 38 العدد الصحيح الأصغر منه هو 37.04 والنسبة للعدد مئة هل العدد الأصغر منه هو 99.90 فاصلة تسعة أم 100 فاصلة سفر واحد أم 100 و 99 فاصلة تسعة ثانيا أحيط العدد الأكبر من العدد داخل البطاقة لدينا سفر فاصلة تسعون ما هو العدد الأكبر منه هل هو سفر فاصلة تسعة أم واحد أم سفر فاصلة تسعة وثمانون العدد الأكبر منه هو واحد نفس الطريقة 51.09 ما هو العدد الأكبر منه هل هو 51 أم 51.08 أم 51.1 العدد الأكبر منه هو 51.1 77 العدد الأكبر منه هو هل هو 67.09 77.01 أم 77 عدد أكبر منه هو 77.01 وأخيرا 199.9 ما هو العدد الأكبر منه هل هو 199 أم 199.85 أم 200 العدد الأكبر منه هو 200 أثبت تعلماتي لمقارنة عددين عشريين نقارن الجزئين الصحيحين ثم الجزئين العشريين بدءا برقم الأعشر يعني 9.07 أصغر من 10.9 لماذا؟ لأن 10 أكبر من 9 هنا قارننا الأعدد الصحيحة بعد ذلك عندما نجد الأعدد الصحيحة متساوية كما هنا 31.00 أصغر من 31.04 لأن عدد الأعشر يتساوي مع العدد الصحيحة متساوية لكن أجزاء المئة غير متساوية 4 أصغر أكبر من 0 إذن 61.04 أكبر من 31.00 وأربعون فاصلة خمسة هو أكبر من 40.30 لأن عدد عشر هو خمسة أكبر من 3.00 ونمي معجمي المقارنة 4.00 الترتيب التسعودي 5.00 الترتيب التنازلي 6.00 الترتيب التنازلي 7.00 الترتيب التنازلي 8.00 الحصة الثانية 8.00 أطبق وأتدرم ثالثا أكتب الكتلة التي تشير إليها إبرة كل ميزان ثم أقارنه بوضع الرمز المناسب بالنسبة للميزان على اليسار لدينا تدريجات من 0 إلى 1 والعقرب يشير إلى التدريجة الأولى إذن 0.2 0.4 0.6 0.3 لا استسمح كل تدريجة هي عبارة عن 0.1 إذن 0.1 كيلو جرام التي تساوي 100 جرام وبالنسبة للميزان الثاني فإنه يشير إلى التدريجة السابعة يعني 0.7 كيلو جرام التي تساوي 700 جرام ما هو الوزن الأكبر هنا هو 700 جرام رابعا أكتب العددين المطلوبين ثم أقارنهما بوضع الرمز المناسب أصغر من أو أكبر من أو يساوي لدينا هنا 1.2 و1.3 كثيرا بينهما ما هو العدد الذي سنكون هو 1.25 وبالنسبة للعدد المتواجد بين 1.5 و1.6 هو 1.55 إذن ما هو أكبر عددين هل هو 1.5 و2 أمو أحساسل خمسا وخمسون واحد فاصلا خمسا وخمسون أكبر من أو أحساسل خمساتون وعشرون أو كما نقول أحساسل خمسا وعشرون أو أصغر من أو أحساسل خمساتون وخمسون أكبر من أحساسل خمسا أكبر من أحساسل خمسا 5x4 أو 0,99% 5x4 5x4 0,87% 3x2 3,1 0,87% 0,75% 0,75% 7,5% 3x4 أحدد الأثقل في كل سطر بوضع علامات X الأثقل هنا علي يزين 9.5 كيلوغرام وأحمد يزين 40.1 كيلوغرام إذن أحمد هو الأثقل فاطمة تزين 8.3.25 كيلوغرام وسارة تزين 37.9 كيلوغرام الثقيل هنا هي فاطمة مونير يزين 29.9 كيلوغرام وإطو 32 كيلوغرام الثقيل هنا هو إطو محمد يزين 40.30 كيلوغرام ومريم تزين 39.8 كيلوغرام الأثقل هنا هو محمد سابعا أحول قياس الكتل إلى كيلوغرام ثم أرتب اليقطينات من الأخفي إلى الأثقل بعد التحويل لدينا اليقطينة الأولى وزنها 1250 جرام نحولها إلى الكيلوغرام هي 1.25 130 ديكا جرام نحولها إلى الكيلوغرام هي 1.3 14 هكتوغرام نحولها إلى الكيلوغرام هي 1.4 إذن الأخف هنا هو 1.25 كيلوغرام أصغر من 1.3 أصغر من 1.4 ثامنا أقارنه بوضع الرمز المناسب أصغر من أو أكبر من أو يساوي لدينا 7 و 6.05 لدينا 7 أكبر من 6.35 لدينا 0.5 و 1.2 1.2 يساوي 0.5 0.03 و 0.1 0.03 أصغر من 0.1 9.90 هو 10.01 9.90 أصغر من 10.01 0.75 و 3 على 4 0.75 يساوي 3 على 4 10 على 7 0.69 10 على 7 هي أكبر من 6.69 لأنها تساوي 0.7 9 أضع العدد المناسب المناسبة مجموعة الأولى 5 أصغر من عدد ما أصغر من 6 وهنا 1 أكبر من 1.7 هنا خطأ 1 أصغر من 1 أصغر من 7 1 أصغر من ماذا؟ 2 أصغر من يعلم 2 أكبر من 19.5 2 أكبر من 19.5 هنا خطأ pause 1 أصغر من 19.5 8 أصغر من و 20 10- Le sumo est un sport de lutte japonais. Les combattants ont des masses énormes. Je convertis les masses de chaque combattant en kg. Et je précise le nom. Alors, Akiro, il pèse 1995 hectogrammes. Je la convertis en kg. Ca donne 199,5 kg. Hiro, il pèse 199,4 kg. Ca veut dire, c'est 199,4 kg. Aruzo, il pèse 199,250 kg. Qui veut dire, 199,25 kg. Ito, il pèse 19,990 décagrammes. Qui veut dire, 199,9 kg. Yaka, Yakama, il pèse 1990,9 hectogrammes. Qui veut dire, c'est 199,09 kg. Le plus lourd de ces combattants est Ito, il pèse 199,9 kg. Et le plus léger, c'est Yakama, qui pèse 199,09 kg. Allora, c'est à la fin de la fin de la fin. Allora, c'est à la fin, les amis. C'est à la fin de la fin. C'est à la fin. Et à la fin. اشتركوا في القناة